سقطر من جديد على موعد مع العبث الإماراتي وانتهاك مؤسسات الدولة لكن هذه المرة بوتيرة مختلفة يبدو أنه صرار من قبل أبو الضبي على إغراق المحافظة في حالة من العنف والاقتتال وجرها لمستنقع العاصمة المؤقتة عدن تمرد مسلح لمجامع تابعة المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات اقتحمت مقرين شرطة النجدة والشامل في مدينة حديبو محافظ سقطر بعد غياب عن الأرخبيل في رحلة علاجية عاد إليها ليشتاط غضب مندوبي أبو الضبي وأدواتها المحلية هناك وأصدر بعدها الرئيس هادي قرارا جمهوريا قضى بتعيين مدير أمن جديد لتدفع الميليشيا بتأزيم الوضع أمنيا لعرقلة القرار واستكمالا لمساعي أبو الضبي بتقويض مؤسسات الدولة وتجريف حضورها استيقظت سقطر على وقع فوضى عارمة نفذتها المجامع المسلحة التي تحركت بتواطئ من قبل مدير شرطة سقطر المقال علي الرجدهي وضباط يمنيين سابقين جنستهم الإمارات اقتحمت مراكز الشرطة وقامت بنهبها وبحسب المصادر المحلية فإن المجامع اعتدت على المواطنين وتسببت بحالة من الهلعي في مختلف أرجاء المدينة كما وزعت الأسلحة التي جرى نهبها من مخازن الأمن في محاولة لملشنة المجتمع السقطري المسالم الرافض لكل أشكال العنف والصرع مدير أمن سقطر المعين حديثا باشر عمله وعقد اجتماعا مع اللجنة الأمنية في المحافظة برئاسة المحافظ رمز محروف لمتابعة التطورات وبحث إمكانة صدور قرارات تقضي بتدخل الجيش لإنهاء التمرد المسلح لا يزال التمرد قائما في سقطرة ولا تزال أجهزة الأمن والجيش تحاول تفويت الفرصة على مسلحية الانتقالي وتجنيب الأرخبيل أي مواجهات وعنف لكن هل ستستجيب أدوات أبو ظبي لتغليب صوت العقل والسلام أم أنها ستنضي في إشعال نار فتنتها